اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى وفي التغطية الدولية للشائل اليمني اهتمام دولي بالفيتو او فيتو ترامب على القرار الكنجروس بوقف المساعدات للتحالف العربي في اليمن نتابع من السين اين ومن ثم نعود للتحالف اوقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثة مشروع قرار لوقف دعم بلاده للسعودية واشنطن الولايات المتحدة الامريكية سي اين اين اوقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثة مشروع قرار لوقف دعم بلاده للسعودية والعملات التي تقوم بها في اليمن ضد جماعة الحوث والتي اطلقت عليها اسم عمليات دعم الشرعية جاء ذلك باستخدام ترامب لحق النقض الفيتو وهو المرة الثاني الذي يستخدمه الرئيس منذ توليه منصبه حيث قال مخاطمة الكونغرس مشروع قرار هذا غير ضروري ومحاولة خطيرة لإضعاف سلطات الدستورية ويعرض حياة الامريكيين للخطر اليوم وفي المستقبل ثلاثة حجج قدمها ترامب للفيتو نعم أستاذ أمجد ثلاثة يقول غير ضروري إفقادي صلاحياتي وهذا أيضا يعرض حياة الامريكيين للخطر من قبل التهديد الإيراني هناك أكثر من خبر متوسع حول هذا الامر هذا صحيح ولكن دعنا نبدأ بأنه داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في العلاقة بين الرئيس والكونغرس هناك عدد كبير من المعارك جزء منها مثلا الخلاف حول تقرير روبرت مرر المحقق الخاص إذا كان هناك تدخل أو شبه التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي أفضت إلى صعود الرئيس ترامب جزء منها أن وزير العدل وليام بار ربما يكون قد أخفى بعض الأجزاء من هذا التقرير المهم والكونغرس ربما يطلب أن يمثل أمامه وزير العدل لمحاسبة على موضوع إخفاء يعني بمعنى أن هناك شبكة أو مجموعة من الخلافات بين الكونغرس وبين الرئيس منذ الانتخابات منذ صعوده كرئيس للأمريكية وبالتحديد أكثر بعد انتخابات الكونغرس الماضية في 8 نوفمبر وصعود الديمقراطيين أو سيطرة الديمقراطيين على مجلس النوم ولكن الموضوع اليمني في الواقع أخذ دفعة كبيرة بعد اغتيال جمال الخشقجي يعني الكونغرس أصبح يستطيع أن يناور أكثر إزاء الرئيس في هذه النقطة وبالمناسبة من ناحية المؤسسية في الولايات المتحدة الأمريكية فإنه من الممكن إبطال الفيتو الرئاسي إذا صوت ثلثاء أعضاء مجلس الكونغرس أكدوا القرار السابع على قرارهم يعني بغية إبطال قرار الرئيس في البداية كيف يحتاج تصويت كعدد في الكونغرس؟ ثلثي العدد الإنقاذ الفيتو نتكلم قبل الإنقاذ الفيتو هو المفروض أنه تكون فيه أغلبية أغلبية مريحة نص زائد واحد لكن بعد الفيتو يحتاج إلى ثلثين إذا قرر الكونغرس أن يبطل قرار الرئيس فيتو ترامب لكن من الواضح هل تملك الغلبية الدموقراطية الثلثين؟ طبعا من ناحية الفعلية الدموقراطيون لا يملكون هذا الخيار ولذلك هو المشكل في موضوع اليمن أنه يأتي ضمن صراعات أكبر يعني إذا كانت ليس موضوعا خاصا بذاته بين الكونغرس وترامب إنما يأتي ضمن صراع كبير نعم ومن ناحية أخرى أيضا إنه بريطانيا إلى حد كبير هي الجهة المخولة أكثر دوليا في التدخل في ملف اليمن أكثر من ربما من الأمريكان فمن ناحية مثلا كانت الصحة البريطانية تحدث عن إنه لو أقفت بريطانيا تزويد السعودية بطائرات التايفون لا توقفت الغرات السعودية لتشنها للتحالف على اليمن من ناحية أخرى لديك الوثيقة الفرنسية المسربة قبل أيام الأسلحة الفرنسية إنه هناك أسلحة فرنسية بالفعل تقتل المدنيين اليمنيين واليوم وزيرة القوات المسلحة الفرنسية قالت لا نفت وقالت لا علم لي على الأقل بوجود هذه الأسلحة أو بأنها تقتل المدنيين فموضوع تصدير الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي أصبحت محل جدل ألمانيا مثلا أوقفت هذا بعد موضوع خاشقجي تماما أوقفت تصدير السلاح للسعودية تماما بعد موضوع خاشقجي المهم في الموضوع الأمريكي أنه إذا كان تصورنا صحيحا فإن الرئيس مشغول أكثر بالموضوع الإيراني ضمن هذا السياق للأسف تقل قيمة القضايا العربية زي اليمن زي القضية الفلسطينية زي مثلا الصراع اللي في ليبيا الآن الصراع المسلح على طرابلس إذا كان الرئيس فعلا مجغولا بالخطر الإيراني وبتجريم الملايشيات التي تتبع إيران تماما كما صنف الحرس الثوري منظمة إرهابية فمعنى ذلك أنه يصبح الصراع الأكبر هو حول إيران وفي هذه الحالة يعني ينتج الأثر المباشر أنه للأسف القضايا الشعوب تقل أهميتها مقارنة بهذا الخطر الذي تتصوره الآن في الأحلى الأمريكي لكن هل تبدو حجاج ترامب مقنعة يقول ليس هناك تصور واضح هذا الكونغرس بالمخاطر الإيرانية على حلفائنا في المنطقة خلينا أقول شيء هو تكلم عن الصواريخ بالذات الصواريخ التي تطلق على جنودنا في بلدان متحالفة معنا من اليمن هذا صحيح الرئيس الأمريكي لن ينفك عن تحالفه مع بن سلمان أبدا فلذلك هو دفاعه عن بن سلمان وعن السعودية أعتقد أنها يعني معركة كأنها حياة أو موت ولا تبدو حتى أيضاً السعودية حليفة استراتيجية لأمريكا بمعزل عن ترامب يعني هو وضع السعودية الآن في الواقع وربما من أواخر أيام رئيس أوباما هو يخضع إلى أعادة مراجعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية مراتز التفكير أعيب أوباما حصلت راجع كبير هذه الأمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكنها طبعاً تأخذ وقتاً حتى تتبلور يعني من ناحية الفعلية القرار الاستراتيجي الأمريكي هو ليس التحالف مع السعودية لكن هو في عهد ترامب هو دعم محمد بن سلمان وسياسات محمد بن سلمان في الإقليم من اليمن جزء منها طبعاً توجاه إيران جزء منها التطبيع مع إسرائيل جزء من هذا الموضوع فلذلك القرار الأمريكي في هذه اللحظة هو في الواقع مع السعودي مرهون بوجود ترامب وهذا مرهون إلى حد من كبير وجود ترامب أذهب إلى لبيب لبيب ناشر وأنت أيضا في نيويورك كيف يبدو الأمر أو السجال بين الكونغريس وترامب فيما يخص على أقل الملف اليمني استخدام الفيتا من قبل الرئيس الأمريكي هو رسالة لأكثر من جهة هي أولا الرسالة للسعودية بأننا سنقف نوعكم وبالتالي يجب أن تستمر مصالحنا والصفقات في الفترة القادمة كما هي هي رسالة إلى الناخب الأمريكي بأننا رئيس قادر على أن أحمي قراراتي هذا يعزز الثقة جدا لدى الناخب الأمريكي ولدى التابعين لمن؟ لترامب نعم يعزز الثقة فيهم برئيسهم المنتخب هذه رسالة للديمقراطيين بأن المعركة معي لن تكون سهلة سأرفعها إلى أعلى مستوى وهي رسالة قوية جدا أيضا إلى إيران أننا سأكون لكم في أي معركة على الأرض في أي مكان هذا القانون الذي أستخدمه والقرار بصراحة الذي اعتمد عليها الكونغرس الأمريكي هو قرار صدر عام 1973 بعد حرب كوريا وفتنان عندما كانت السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية تمد أمد الحرب دون محاسبة فقرر الكونغرس أن يكون هناك أو أقر هذا القانون وهو ما يسمى قانون صلاحيات الحرب بمعنى أن الكونغرس لديه الحق أن يبلغ في خلال 48 ساعة بأي تحرك القوات المسلحة الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية نعم قيدت صلاحيات الرئيس فيما يخص إعلام نعم الآن قيدت ولكن حسب الدستور الأمريكي الرئيس الأمريكي هو القائد العام للقوات المسلحة هو الذي له الحق أن ينشر القوات وأن يسحبها الكونغرس ليس لديه الحق أن يعمل ذلك الكونغرس الذي هو الحق فقط في أمرين إعلان الحرب وتمويل الحرب هل الآن هل سيقوم الكونغرس باللعب بورقة تمويل المؤسسة العسكرية في أمريكا كورقة ضغط على الرئيس الأمريكي سيقاعد في مسألة التمويل نعم نعم أم هل سيقوم الرئيس الأمريكي التعن بدستورية القانون نفسه قانون صلاحيات في 37 لأنه هو كما قلت حسب القانون الدستورية الأعلى للقوات المسلحة في هذه الحالة سيصدر الأمر إلى التي ستصدر بدستورية هذا القانون لدى الكونغرس الحق في أن يستخدم هذا القانون أم لا نعم لبيب ابقى معي ساعد لكي يبدو أن هناك سوء اتصال أو سوء أو نداءة الإنترنت سود أمجد هناك أيضا قرار من الكونغرس يقيد صلاحيات ترامف إعلان حرب على إيران هو أشار إليه لبيب يقول يمكن لترامب أن يطعن في دستورية هذا القرار لا يبدو دستوريا من ناحية القانونية أن يقيد الكونغرس الصلاحيات ترامب في إعلان حرب على دولة ما لنقول إيران وفي الواقع كما أشرنا أنه هناك جملة من الصراعات بين الكونغرس وبين الرئيس الترامب والموضوع الإيراني قد يكون واحدا من هذه الموضوعات في ملفات نعم يعني مثلا دعم إسرائيل هو ملف متفق عليه بين الكونغرس وبين الرئيس لكن حالة إيران ستثير بعض الخلاف بكل تأكيد أنا أعتقد أنه ما يهمنا في هذا الموضوع كما تفضل الأستاذ لبيب أنه في التحليل الأخير هل هذه المعركة ضد إيران يمكن أن تنعكس إيجابيا على اليمن ومن ناحية المبدئية نعم إذا كان ستضعف الحوثيين فهي نعم قد تكون مفيدة لليمن ولكن مع ذلك أيضا أنه يعني للأسف هناك شيء من قد يكون بعض التصعيد العسكري يحدث في الصراع نتيجة هذا الخلاف القوي حوالي موضوع أو موضوع إيران يعني بمعضة أنه يحاول حلفاء إيران من الملشيات تخفيف الضغط الواقع عن إيران بإشعال أصلا هم أسقطوا اليمن يعني ما الذي يمكن أن نفعله هو أكثر من ذلك يعني قد يقول أحدهم يعني هو ملف اليمن يعني ربما كما قلنا في المرة الماضية هو مرشح لأن يتعرض لتأثيرات هذا الصراع الدولي والإقليمي الكبير مع إيران مع إيران وأيضا الموضوع الخاص بإسرائيل ينعكس بشكل من الأشكال لأنه الموضوع خاص بإسرائيل يشد دول خليج في اتجاه التحالف مع إسرائيل أو التطبيع مع إسرائيل وهذا أيضا من شأنه أنه يترتب عليه إهمال أكبر للقضايا العربية ومنها للقضية قضية لبنية نعم لكن من ناحية الضغط على إيران هو مفيد هو طبعا هو طبعا يعني يضعف الحثيين هناك إذن قرار نقشناه في الأسبوع الماضي هو العقوبات أو تصنيف الحرس الثوري كجماعي إرهابية يبدو أن إيران منزعي جدا من هذا القرار هو طبعا المشروع لإقليم الإيراني منذ صعود الرئيس ترامب هو يتعرض ضغط شديد جدا جدا بداية من إلغاء اتفاق النووي الإيراني إعادة فرض العقوبات على إيران فكرة تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية الرئيس ترامب أنا كتبت منذ بداية صعوده أنه له هدفان كبيران تضييق على إيران وفرض مزيد المعقوبات عليها وهو في الواقع يريد من إيران أن تفاوض مرة أخرى على اتفاق نووي آخر هذا الذي هو يريده تعديل الاتفاق السابق تعديل الاتفاق السابق والأمر الآخر الذي يريده هو أن يستغل هذه الفرصة في دعم مكانة إسرائيل لأقصى حد حيث تصبح هي اللاعب الأول في هذا الإقليم وتكون الأطراف الأخرى إما تدور حول إسرائيل أو تطبع معها أو تخدمها شكراً من هذا النوع هذا يبدو أنه هدف أيضاً ترامب لكن إيران أيضاً ليست صديقة للعرب ولا أيضاً لليمنيين بدعمها للحوثيين نذهب أيضاً أعزائي المشاهدين للفقرة الأخرى من التغطية الدولية للمسألة الإيمانية وتعليق في موقع أو موقع السفارة الأمريكية في اليمن السفير جونتان كوهان في نقاش مفتوح لمجلس الأمن حول اليمن هذا منذوب أمريكا لدى مجلس الأمن يقول الموقع أظهرت الحكومة اليمنية التزاماً واضحاً بالعمل التي تقودها الأمم المتحدة لقد حان الوقت لأن يظهر الحوثيون للمجتمع الدولي لأنهم أيضاً جادون بشأن عملية الأمم المتحدة والاتفاقات التي توصل لها بأنفسهم في استقال وأيضاً خلال أشهر الثلاثة الماضية أعربنا عن قلقنا الشديد إزاء الاستمرار أو استمرار التأجيل في مهمة برنامج الأغذية العالمي لإعادة تأهيل مطاحن البحر الأحمر وإعادة فتحها ولكن لا يزال اليوم كما سمعنا من مارك لوكوب هذا هو المسؤول الإنساني للمتحدة وعدد من المراسيم الأخرى هذه في جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي موقع أيضاً تظل المطاحن مغلقة وقد تكون مخزونات الغذاء داخلها متعفنة بسبب تعنوة الحوثيين كما يشير السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن عند هذه النقطة فإن الحوثيين هم فقط الذين يمنعون الوصول إلى الطواحين وسوف يتحملون وحدهم مسؤولية إفساد الطعام هذه أيضاً خطاب قوي من المندوب الأمريكي تجاه الحوثي لا يزال دعمنا لمارتن جريفت واللواليوسغارد ثابتاً إنهم وظفهم والمجتمع الإنساني الدولي يبذلون قصارة جهدهم لمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل النزاع وإنقاذ حياة اليمنين إننا نحيي الحكومة اليمنية على انضمامها إليهم في هذا الجهد ونجل الحوثيين إلى أن يفعلوا الشيء نفسه دون مزيد من التأخير أيضاً خطاب لافت للمندوب الأمريكي في مجلس الأمن ويحمل الحوثيين صراحة إعاقة الجهود والجهود السلام وأيضاً تعفن المخزون الغذاء في مطاحن البحر الأحمر هو مطاحن في مدينة الحديد يمنع الحوثيون الأمم تحدث من الوصول إليها كيف نفسر أيضاً هذه اللغة الجميلة الواضحة في تحميل الحوثيين مسؤولها أن إعاقة عمل السلام ودعم أيضاً الحكومة اليمنية من قبل الأمريكي هو تفسيرها بسيط هو ضمن المعركة أيضاً ضد إيران والتطيق على حلفائها يعني من الناحية الفعلية قد يكون من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أقرب إلى الشرعية منها إلى الحوثيين بعكس بالمناسبة مواقف أخرى ربما بريطانيا أقرب إلى الحوثيين مثلاً من الحكومة الشرعية فلذلك يعني هناك داخل مجلس الأمن درجة من الخلاف حول موضوع اليمن والمناسبة أيضاً هناك انقسامات دولية حول موضوعات أخرى مثلاً موضوع ليبيا يثير انقسامات دولية يعني ستجد طرفاً يؤيد حكومة الوفاق وطرفاً يؤيد خليفة حفتر ونفس الشيء في الحالة اليمنية الأخي من حيث المبدع على الأقل من حيث المعلن الجميع يؤيدون الشرعية في اليمن والأحد على الأقل يقولون الحوثي شرع على الأقل دول الخمس داخل مجلس الأمن هذا صحيح والجميع أصدروا قرارات أيضاً 22-16 قرارات معظمها تأتي لدعم الشرعية هذا صحيح لو استثنينا الاتفاق السويد الأخير لأنه يعني جزء من الموضوع هو كأنه يعترف بالحوثيين باعتبارهم طرفاً مفاوضاً سياسي له قدر من نشوف محمد عبد السلام مع وزير الخارجية اليماني ويقول له هذا أخي ونحن لسنا أعداء وشيء من هذا النوع وطبعاً وقفهم على منصة تابعة للأمم المتحدة في جنيفة أو في السويد يعني قدر من من الشرعية لكن مع ذلك دعني يعني أركز على الفكرة الأساسية حالة الصراع اليمني الداخلي تتأثر كثيراً بالوضع الإقليمي والدولي وإلى حد كبير يعني الرسائل الأمريكية التي تصدر أحياناً كما سمعنا في مجلس الأمن جزء منها موجه يعني لفكرة ضد إيران لفكرة يعني الطرف الآخر الطرف الروسي إلى آخر هذا جزء من الرسائل التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن نعم أذهب أيضاً إلى لبيب لبيب ناشر أيضاً كيف يبدو لك الأمر من خلال المندوبة الأمريكية وهي ربما المرة الأولى التي تكون فيها أمريكا واضحة وصريحة في تحميل الحوثيين المسؤولية عن إعاقة جهود السلام تحميل الأمريكان والقهات الدولية للحوثيين عن تقصيرت عملية دعم مسائرات التنمية في البلد أو على الأقل تنمية ولكن الحفاظ على ما تبقى من مشاريع البنك الدولي أو مشاريع الأمم المتحدة فيما يخص تغذية وعانت ما هو عليه أمس أنه كنت مع أحد المسؤولين في البنك الدولي وكان يتحدث بوضوح عن المشاكل التي يواجهونها مع حوثي أيضا كان هناك مجموعة من العاملين كان أيضا منظمة الفاو في المنطقة العربية وممثلها في اليمن تثل على أن هناك سبع محافظات يتم التعامل معها من قبل منظمة الفاو ولكنهم مواجهون صعوبات شديدة وكبيرة جدا مع الطرف الحوثي في تحديث خدماتهم فمن الطبيعي أن يكون رد الفعل لديها أو لديها مندوب أمريكا أو لديها مسؤولين في البنك الدولي أو لديها مسؤولين في تحدي من الطبيعي أن يكون لديهم هذا الرد الفعل الغاضب على ما يحصل يعني ثلاثة مليون هناك في صوامع الغيب ثلاثة مليون يمني يتعفن بينما اليمنين يأكلون من ثلاثة أمامة نعم هناك بخزون كبير لمنظمة الغذاء في مطاح البقاء الأحمر فيما يمنع الحوثيون الوصول إليها نعتذر عن سؤال الإنترنت ونشكرك لبيب ناشر على وجودك معنا هذا المساء للتعليق على مساء العدة منها الفيتو وفيتو ترامب على قرار كونغرس من وقف الدعم للتحالف العربي في اليمن وإضا على المداخلة أو على إفادة المندوبة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن نشكرك لبيب على وجودك معنا هذا المساء على ملقابك في حلقات أخرى من اليمن والعالم أعود إليك أستاذ أمجد وفيما يخص هذه المسألة هناك تحميل حقيقي للحوثيين في منع وصول الممتحدة لمخزون الغذاء وهو تابع لها في مطاحة البقاء حلقات المسؤولية عن عدم التقدم في مسألة الحوضة لكن لماذا لا يترجم هذا الدعم على أقل المعلنة السياسية من قبل الأمريكان لعمليات عسكرية على الأرض تغير على أقل من مسار الأحدى لأنها ربما طبيعة السياسة الدولية يعني هناك ثرق كبير بين الخطاب الأمريكي وطبيعة السياسة الأمريكية الفعلية على الأرض يعني من ناحية الفعلية لو الولايات المتحدة الأمريكية ليست راغبة بأن تحدث هذه المأساة اليمنية لكانت مثلا منعت السعودية من البداية من أيام أوباما من شن الحرب على اليمن يعني إذا افترضنا أن الحرب لها منطق لكن أنا أتحدث عن نفاق السياسات الدولية يعني هناك فارق بين الخطاب الأمريكي والخطاب البريطاني وبين الممارسة على الأرض الممارسة على الأرض من ناحية الفعلية يكاد يكون لكل أطراف الإقليمية والدولية مصلحة في إضعاف اليمن هذا هي للأسف يدف الرئيسي وبغض النظر عن المأساة الإنسانية المترتبة عن ذلك لكن السياسات الدولية لا تنظر إلى هذه المسألة بكثير من الاهتمام ربما منظمات مجتمع مدني مثلا أو Human Rights Watch أو شيء من هذا النوع يكون لها موقف مختلف نسبيا باعتبار أنها منظمات غير حكومية أو منظمات لا تعبر عن مواقف الحكومات الرسمية وسياسات الحكومات دعني أركز على رسالة أساسية مهمة جدا أنا في اعتقادي أن الشعب اليمني بصموده طوال هذه الفترة والفترة المتوقعة أن يسمد أيضا الفترة المقبلة أمامه فرصة لكن بشرط عدم التفكير في فكرة أن الخارج يمكن أن يقدم مساعدة يعني الثورات أو الانتفاضات تقوى كثيرا إذا فكرت في قدراتها الذاتية ولم تفكر كثيرا بالإمكانية الدعم الخارجي الخارج بالمناسبة في الأغلب يفرض قيودا ومن النادر أنه يساعد أو يقدم تتكلم للشرعية للقوة المنظومية تحت إطار الشرعية في إطار التحرر من الحوثي لا تراهن كثيرا على مسألات الخارج وأيضا الدعف التحلف ويفرض قيودا ويضعف أكثر مما يقويها أنا يعني أعول كثيرا على أن هذا البرلمان الذي انعقد في سيئون ومؤسسات الشرعية التي تواجد في عدن إنها بالتدريج تحاول أن تعيد بناء المجتمع اليمنى وتعيد صورة الشرعية مرة أخرى وأنه بالتدريج التغير الذي يحدث في الإقليم وفي العالم ينعكس إيجابيا لمصلحة اليمن بمعنى أنه يعني إذا افترضنا انتصار الثورة السودانية والثورة الجزائرية وافترضنا أن المحور السعودي الإماراتي يواجه مشكلات ويضعف بالتدريج هذا في التحيل الأخير سيعطي فرصة لليمن بشرط أن يجهز العامل الذاتي العامل الوطني الداخل يجب أن تقوي من نفسها ذاتيا أيضا القوى السياسية على الأرض أستاذ أمجة جبريل الباحث والكاتب أشكرك على وقتك معي هذا المساء أيضا أشكر لبيب ناشر الناشط السياسي اليمني من نيويورك أشكر لكم أنتم بطبيعة الحالة أعزائي المشاهدين على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من اليمن والعالم اشتركوا في القناة